تصطف لما أتمنى الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية من غذاء ودواء وشاحنات محملة بالوقود منذ أكثر من شهرين في انتظار النفاذ عبر معبر كرم أبو سالم ومنه إلى غزة للمزيد من التفاصيل أنضم إلينا الزميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري مرحبا باسم وضعنا في الصورة لديك نعم تحياتي من محافظة شمال سيناء من مدينة العريش ونحن الآن نتواجد في نقطة استفاف سيارات الإغاثة الطبية والغذائية التي تصطف هنا منذ أكثر من شهرين للدخول إلى قطاع غزة لغوث أهلنا هناك من الشعب الفلسطيني وهذا التأخير الذي يكون هنا في هذه السيارات ودخولها عبر معبر كرم أبو سالم يأتي نتيجة التعنط الإسرائيلي في دخول الشاحنات المحملة بالغذاء أو المواد الطبية أو المواد البترولية الوقود وخلافه نتيجة هذا التعنط الإسرائيلي حيث حتى في الأسبوع الماضي لم يدخل إلى قطاع غزة إلا نحو 125 شاحنة من الشاحنات المحملة بالمواد الطبية والغذائية ونحو 26 شاحنة فقط من الشاحنات المحملة بالوقود ولكن التعنط الإسرائيلي الذي يحول دون دخول هذه المواد وواضح جدا أن القوات الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية لا تبالي إطلاقا بمثل هذه المواد الأغاثية التي تدخل إلى الشعب الفلسطيني وهو الأمر الذي يمنع وصول هذه المواد إلى مستحقيها من الشعب الفلسطيني إليكم اشتركوا في القناة